السلام عليكم أستعيد بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كدوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أنثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كدوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا صدق الله العظيم هذه الآيات صورة الإسراء الآية 73-74-95-76 وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالموضوع اللي جيت نتشارك معكم فيه هو غداء الملكة في فصل الصيف للناس اللي فيهم مرض السكري ولا يحبون أن يضعون هذا الغداء في التلاجة نظرا لتنقلهم بين المدن في الاستياف وغيرها وبين هذا الخارج المغرب يعني خارج الوطن فمعروف أن غداء الملكة قبل كل شيء هو غداء يستعمل من طرف مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني غير هما ما خاصوا مش يدرو فيه العسل وخاصوا محطوه في التلاجة هذه نقطة النقطة الثانية فغداء الملكة في فصل الصيف كنت يعني الزبناء ديالي سنعطيهم غداء الملكة اللي ما بغوش يحطوه في التلاجة لضروفهم الخاصة وما عندهمش مرض سكري فكنت نعطيهم واحد القياس مختلط بين العسل الحر وغداء الملكة لكي يحفظ غداء الملكة في العسل من أجل عدم ضياع هاد غداء الملكة لأنه لوحده بدون تلاجة تقدر يخسر في ست ساعات في اليوم اللي هو يعني محطوط خارج تلاجة فدبا غداء الملكة اللي مخلط بالعسل كما تتشوفوا في الشكل ديال وانا نوريه لكم فكما تتشوفوا هذا غداء الملكة اللي مخلط بالعسل راها وقع تفاعل هنا ما بين غداء الملكة والعسل الحر لماذا؟ لأن فصل الصيف هذا التفاؤل لا تبقى بحل دبا هكا النساء اللي اخذوا غداء الملكة وطار ديالهم طار لهم تحليهم وطار لهم من بلاستو أو لا تلع هكا تفاؤل كميائي هكا فغير صالح لأخذ دياله لأنه دوك المنافع ديال غداء الملكة ما بقتش فيه هدي أول شيء لماذا؟ لأن مع الحرارة هالتفاؤل كميائي تترى بحل هكا فهذا البوبيل شنو هو الحل باش الناس اللي بغاوا يديروا غداء الملكة كغداء صحي الجسم ديالهم ولكن ما بغاش يدروا في تلاجعة وما فيهم شمرض سكري فالحل واللي غنقول لكم دابا غدي القياس ديال غداء الملكة ديالناس اللي فيهم السكري اللي ما تيكونش فيه لأسل هدك القياس اللي تدر في تلاجعة بغينا ما نديروش في تلاجعة غدي نديروه مع ربا لتر من الأسل الحر واجب يكون هاد العسل حر لان ما كانش حر ما كيلاش نضيق الفلوس دينا لاننا ما غنوصلوش الاهداف اللي بغينا من غذاء المالكة والاهداف اللي ان شاء الله كل مرة عمدا نقولها لكم بيش ترصخ لكم في الاقول ديلكم بيش تعرفوا بان غذاء المالكة من الاشياء المهمة في الحياة خاصة في هاد العسل دينا فغذاء المالكة هاد القياس هاد غذاء المالكة اللي انزولوا منه العسل اللي كان فيه وهذا رأى متفائل كيميائيا نخلطوه في ربع لتر ديال العسل الحر الناس اللي عندهم امراض يعني في الجسم ديالهم ممكن يخدو ربع ديال العسل الغموس الناس العاديين ممكن يختاروا اي عسل خروب كاليبتوس اي حاجة فالاساس انها تكون حرة تخلط مع هاد القياس ديال غذاء المالكة وبالتالي تنخدو ملعقة ملعقة يوميا يعني ملأحسن على الريق لان غذاء المالكة خاصة اتخاذ على الريق باش ما تشيش تخدم لنا هادم تخدم لنا الجسم والهرمونات والجمالية للجسم ديال ما فغادي نخدوها على الريق بهذا المقياس هذا ديال المالقة تحساء المالقة اللي سنشربو بها الحريرة فبشكل يومي غن نخدو هاد القياس ديال ملعقة اللي غادي بالاستمرارية يعني بالاستمرارية عندك واحد شهر شهر ونصف غد تلقاوا بأن الجسم ديالكم تبدل وزاد القدام الناس اللي بغاوا يغلادو الناس اللي بغاوا فقر الدم ما يجيهمش الناس اللي بغاوا المناعة تكون عندهم عالية وعدة الناس اللي بغاوا يبقوا شباب ويبقوا ناشتين في دماغ ديالهم يعني في هذا اللي هرمونات السعادة الأربعة تفرز ويبقوا بواحد الصحة فاليكم بغداء المالكة وسبقوا الى الخير